السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سؤال يتردد بين الناس وهو بعد انتهاء رمضان ماذا استفدنا وتعلمنا من دروس وعيضات وعبر اي نعم سؤال وجيه لان رمضان لا ينبغي ان يمضي هكذا وينتهي ونسدر الستار وانما هو مدرسة وجامعة ومركز للتكوين والتعليم والتهديب والتربية لابد ان نكون قد استفدنا الكثير من هذا الشهر الفضيل فماذا استفدنا اولا ينبغي للمؤمن ان يتعلم من رمضان تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى فلما سمعنا بان رمضان عباده عظمنا هذه الشعيرة واقبلنا بكل حيوية على الصيام والعمل الصالح ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فعلى المؤمن ان يتعلم تعظيم شعائر الله وقد تعلمناها ولله الحمد من رمضان كذلك الاستجابة لنداء الله فنحن لما سمعنا بان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الصيام مجرد ان اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بزوغ هلاله حتى رأينا كل المسلمين يستجيبون لنداء الله بدون تردد بدون جدال بدون نقاش وهذا ايضا من الدروس التي يبغي ان نتعلمها ان نسرع في الاستجابة لنداء الله عملا بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فكل ما يدعو اليه الله تعالى وما يدعو اليه رسوله الكريم هو حياة للافراد وللمجتمعات وللامة باسرها ايضا استفدنا من رمضان الشعور بمراقبة الله وبمعية الله فكنا نصوم ونتقل لها في السر والعلن قد يكون الواحد منا يشعر بالجوع والعطش ويدخل الى بيته ما في كاميرات مراقبة ما في احد يراقبه عن قرب او عن بعد ولكن يستشعر رقابة الله فيمتنع عن الاشياء التي حرمها ربنا عز وجل وهذا الامر ينبغي ان يبقى معنا دوما وابدا فربنا يقول وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فحتى خلاجات النفس وحتى الخواطر الدهنية ربنا يعلمها وتعلمنا في رمضان ان نستشعر مراقبة الله وخشية الله كذلك تعلمنا ايها الاحباب الكرام الشعور بحلاوة العبادة فالناس كانوا مقبلين في رمضان على الصيام وعلى القيام وعلى مختلف انواع العبادة ونحن فريحين مسرورين وهذا من علامة الايمان فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرته حسنته وسأته سيئته فذاك هو المؤمن فكنا فريحين لما نقوم باعمال صالحة في رمضان ونشعر بالسعادة واذا فوتنا علينا فرضا او فضيلة او نافلة نشعر بالاساءة وهذا ايضا من دروس المباركة التي تعلمناها في رمضان استفدنا ايضا بعد الصيام المحافظة على الصلاوات الخمس فكنا نحرس في رمضان ان نصلي الصلاوات في وقتها رغم ان هناك انشغالات وهناك اعمال وهناك تجارة وهناك مهمات مختلفات ولكن اذا جاء وقت الصلاة ترى المسلمين والمسلمات كلهم يهبون لادائها في الوقت المناسب وهذا ينطبق على قول ربنا عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب كنا نرى في رمضان المتاجر والاسواق الناس عند الرفع الادان توقفون لاداء الصلاة في الشركات في الادارات العمومية الناس كلهم يهبون لاداء الصلاة كلما سمعوا النداء حتى تاركي الصلاة في غير رمضان صاروا يصلون وكنا نرى النساء حتى من لم تكن تلتزم حجابا تضع في حقيبتها جلبابا ومنديلا فاذا جاء وقت الصلاة بسرعة لبزت الجلباب وتسترت بالمنديل واقامت صلاتها فهذا شيء جميل تعلمناه في رمضان حبد لون واضب عليه حتى خارج رمضان تعلمنا من رمضان الاكتار من الدكر والاستغفار بالاسحار فكنا نسهر في وقت متأخر من الليل تجد الواحد منا التانية والثالثة صباحا لا زال مستيقضا طبعا ليس دايما يتابع التلفاز ويتابع اشياء اخرى فيها له وترفيه ولكن يأخذ نصيبا من وقته للدكر والاستغفار والدعاء وهذا ايضا ينطبق على اهل الايمان واليقين وربنا وعد المؤمنين فقال ان المتقين في جنات وعيون اخدين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم هؤلاء هم المتقين الذين وعدهم الله تعالى بجنات تجري من تحتها الانهار انهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في الليل تجدهم يأخذ النصيب من الدكر والاستغفار والدعاء وبالاسحار هم يستغفرون في جوف الليل ترى المؤمنين والمؤمنات يستغفرون المولى عز وجل وخصوصا استمتعنا كل ليلة هناك مؤمنين ومؤمنات كل ليلة يأخذون نصيبا من الليل طيلة رمضان وهم يصادفون النور الالهي لما قال ربنا عز وجل او قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى التلت الاخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هل من صاحبي حاجة فأقضيها له من يتوب بين يدي فأتوب عليه فكذا الناس في رمضان يقومون الليل ولو سويعة ويصادفون هذا الثلث الاخير من الليل فحقيقة كنا في حضوة كنا في نعيم وعلينا ان نستمر ولو بين الفينة والاخرى ايضا استفدنا من رمضان انه توتضت صلتنا بالقرآن الكريم لان القرآن الكريم هو بفضله ربنا شرع الصيام وبفضله ربنا شرع القيام ونحن مأمرون بان نواضب على تلاوة القرآن الكريم في كل وقت وحين ربنا يقول ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فاول مبادئ التدين هو تلاوة القرآن ان الذين يتلون كتاب الله لما تتلو كتاب الله تعالى ولما يمتلع قلبك وصدرك وروحك بنور القرآن تقوم للصلاة وسوف تؤتي الزكا وسوف تبادر للأعمال الصالحات وهذه كل تجارة مع الله يرجون تجارة لن تبور لأن كل تجارة في الدنيا ستبور وقتها محدد وتزول إلا التجارة مع الله تعالى تبقى باستمرار استفدنا في رمضان أيضا جمالية الاجتماع حول الدروس الدنيا فالحمد لله في مغربنا العزيز رغم جائحة الكورونا ومنع التجمعات وحضر التجمعات فإن وسائل الإعلام المغربية من تلفاز ومحطات فضائية ومدياع وغيرها كانت مليئة بالدروس الدينية بل حتى مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حركة دعوبة ووسعة جدا للدروس الدينية في رمضان شارك فيها علماء وفقهاء ومحدثون وشارك فيها الصالحون والصالحات والطيبون والطيبات وربنا سبحانه وتعالى جمعنا على نور العلم فاستفدنا في رمضان أننا نبقى متصلين بالعلم لأن فيه الحكمة ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب استفدنا من رمضان أن نمسك ألسنتنا وأعيننا وبقية جوارحنا عن المحرمات درس مهم جدا أننا كنا نمسك اللسان إلا على ذكر الله كنا نغض من أبصارنا كنا نغض من أسماعنا كنا لا نطلق العنان لجوارحنا تفعل ما تلهو وتشتهي لهذا كان ربنا سبحانه وتعالى يباركنا وعلينا أن نستمر في هذا الخلق الكريم لأن ربنا عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب علينا أن نبقى بعد رمضان نمسك ألسنتنا وأن لا نطلقها إلا فما يرضي الله وسيدنا النبي كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نتعلم ونحن مقبلين في الأيام المستقبلية على حركات وعلى أنشطة وعلى انتخابات وعلى مجموعة كبيرة سوف يرتقب أن تشهدها حياتنا العامة فعلينا أن نمسك لسننا ولا نخوض في الجدال إلا ما فيه منفعة وفيه مصلحة وفيه خير واستفدنا كذلك من رمضان أننا كنا فيما بيننا نتعاون ونتضامن في خدمة المسلمين ونتنافس في الأعمال الخيرية فرمضان الحمد لله كان مدرسة عظيمة الناس كلهم كانوا يتنافسون في الخيرات الأغنياء والمتوسطي الدخل وحتى الفقراء الكل يجري وكل يساهم ولو بالقليل لتنفيس الكرب عن المؤمنين وهذا خلق مبارك يساهم في خلق مجتمع التكافل والتضامن والتراحم ويكفينا شرفا أن نطبق قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الآخرة ومن ستر مؤمنا ستره الله في الآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لقد طبقنا هذا الحديث بمضامينه في رمضان كنا نرى الحمد لله الأجواء طيبة والناس متضامنون والناس متعاونون وبعضهم يسروا بعضا وبعضهم يعينوا بعضا فهذه دروس طيبة تعلمنا في رمضان حبدة لو أننا نستمر نستمر على هذه الأخلاق ونستمر على هذه السلوكات ونستمر على هذه العبادات والعادات حتى بعد رمضان أكيد أن حياتنا ستصير أفضل وستصير أكرم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بنور الإيمان وأن يتقبل منا هذا العمل الصالح قولوا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله